خلونا بعد الوقت نستعرض معاكو أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاكو جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كتفات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس وشارع رمسيس نفسه كمان بيشهد كتفات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة وبالنسبة كمان لكوبري 15 مايو المتجهة إلى المهانسين دعا لي كتفات مرورية أما شارع بورس عيد من نزل كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحامرة وفيه كتفات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية الكورنيش من المضلات لحد وسط البلد فيه كتفات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتجه إلى المؤسسة ففيه سيولة مرورية معدى بعض الكتفات عند المضلات بيكاملين جولتنا ونروح معاكم شوارع الجيزة وشارع الهرم بيشهد كتفات مرورية والكتفات دي بيزيد مع ساعات الضروة كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية فيه كتفات للمتجه إلى الكوبري الجيزة المعدني وفيه في شارع فيصل كمان كتفات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل كمان بتظهر كتفات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابا أما محور صفتة ففيه كتفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة القادم من أكتوبر اتجاه الدائري مازال الطريق مغلقه لاتجاه الجيزة الباري عبر نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية معنده بعض الكتفات البسيطة قبل طالعة الدائري كمان فيه كتفات مرورية على كوبري 15 مايو المتجه لمهانسين ولعكس ده بسبب أعمال التوسعة اللي بتتم فيه الكوبري ومن الجيزة نوح معاكم العروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية وفيه سيولة مرورية عند كوبري ستني لكن فيه كثفات متفوتة عند الإشارات ده بطول الكورنيش أما بقى الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كثفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف إلا بيشهد كثفات مرورية لكنها متحركة منكملين جولتنا ونروح أصوان هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمحط من منطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع هنلاحظ أن فيه كثفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثفات مرورية كمان أيضا فيه كثفات مرورية في شارع الحددين وشارع إمام الشافعي والطريق كمان المؤدي إلى مساشفة أصوان الجامعي في بعض الكثفات المرورية